نحن عايزين نبارك لحضرتك صدور كتاب سر الأهرامات في هذا العام وزي ما حرك قلت كل فترة بنغوص كده وبنرجع للجذور فحضرتك حاولت ترجع للجذور في موضوع مهم جداً نتألف عنه كتب كتيرة جداً وهو موضوع حتى يعني بيثير خيال الناس في كل ثقافات إزاي الأهرامات دي تبنت وإيه سر الأهرامات إيه الجديد والمختلف في هذا الكتاب وإيه الأسرار اللي كشفها دكتور عبدالبصير هو طبعاً إحنا كان عندنا كتاب عظيم عمل وأستاذنا الدكتور أحمد فخري منذ فترة بعيدة عن الأهرامات المصرية طبعاً دكتور زي حواس كذلك عمل حوالي ثمان مجلدات عن الأهرامات المصرية لكن حضرتك تجمع في وان فوليوم يعني مؤلف واحد وبشكل مبسط وموجه للجمهور العام والمتخصص هو الجديد في هذا الأمر فضلاً أننا بحاول في هذا الكتاب أأسس لفكرة أن هذه الأهرامات المصرية وبأكد أن هي مصرية لم تظهر فجأة بمعنى أن احنا عندنا فترة قبل كده سابقة اللي هي عصور مقابل التاريخ فترة عصور مقابل التاريخ هي الفترة التي تم تأسيس الحضارة المصرية فيها هي الفترة اللي احنا عملنا الفونديشنز الأساسات بتاعت هذه الحضارة ثم وصلنا إلى فكرة الأهرامات فالأهرامات في حد ذاتها لم تحدث فجأة هي تطور طبيعي للفكر الديني المصر القديم وفكر الجنائزي في مصر القديم وصلنا من حفر الدفن بسيطة إلى مصطبة إلى الهرم المدرج ست مصاطف في سقارة إلى هرم الملك سينفرو والأحمر الهرم الشمالي فيه ضغشور إلى أن وصلنا المعجزة الكبيرة هرم الملك خوفو في الجيزة اللي هو المعجزة والعجيبة الوحيدة اللي بقية من عجيب الديني السابعة فضلا أن حركة تلاقي هرمات الدولة الوسطى موجودة آخر هرم عندنا بناء الملك أحمس اللي هو محرر مصر من الهكسوس وقار الهكسوس ومؤسس الدولة الحديثة وعصر الإمبراطورية في مصر القديمة بنافع بيدوس في سوهاج في منطقة اسمها البليانة في الصعيد عندنا وده كان آخر بناء هرمي يتم بناءه في مصر فإن حضرت تشوف كل هذه آخر مرحلة كانت الدولة الحديثة الدولة الحديثة ما شفناش أهرم ما شفناش بدأوا هم بقية ابنوا فودي الملوك عندنا حتى اسمها القرنة أو الجرنة اللي هو البر الغرب اللقصر هناك الجبل الناس هناك هلين في الصعيد سموه القرنة أو الجرنة على شكل أرني فبدأوا يستخدموا هذا الجبل الأهرمات وطبعا المقابر سرقت كل المقابر الملكية حتى خوفوا سرق فهم خبوا هذه المقابر داخل الجبال في البر الغرب اللقصر المقبرة الوحيدة اللي قلت لنا كاملة هي مقبرة الملك توتعان خامون كملكيا نتكلم مقبرة ملكية مش مقابرة عادية نتيجة أن في عمال في عهد ملك تالي اسمه رمسي السادس بنوا مقبرة هذا الملك فأخرجوا الريديم لوه الطراب اللي مطلعينه مقبرة توتعان خامون عفوا المستخرج من مقبرة رمسي السادس فرموه على مدخل مقبرة توتعان خامون فده اللي خلى هذه المقبرة تختفي عن أعين اللصوص اللي اكتشافها كارتر في 4 نوفمبر 1922 ودي طبعا اللي بعثت يعني الوعي بالمصري وإحنا كنا ساعتا محتلين من الاحتلال بريطاني وقبل كده بدأت مصر تستقل أيضا في 22-28 فبراير للوات تصريح يعني انفصال عن الحكم البريطاني ونتحرر بشكل يعني نقدر نقول رسمي عن سيطرة البريطانية ولو كان في هذه الفترة مصر لم تكن مستقلة كانت مقبرة توتعان خامون راحت المتحف البريطاني في لندن وكننا خسرنا هذا الكنز العظيم